السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي المحاضرة التانية في جزء التحليل الاحصائي او مادة الاحصاء حنفكركم بشكل سريع المحاضرة الاولى احنا مجرد اتكلمنا فيها على يعني ايه علم الاحصاء قدمنا بعد التعريفات او الترمنولوجي في علم الاحصاء حاولنا نفرق ما بين البيانات الكمية والبيانات النوعية او البيانات الوصفية وبرضو اخدنا فكر عن كيفية جامع البيانات او العينات وانواحها المختلفة وبرضو قلنا استمارة الاستبيان واهمية استمارة الاستبيان كانت المحاضرة الاولى محاضرة تقديميا نقدر نقول كده وبناء عليه احنا تطرقنا البعض النقاط فاحنا قلنا غالبا يعني حيكون المنحك بتاعنا فيه خمس نقاط محددة غير المقدمة خليني تاني افكركم بالنقاط دي ممكن تكون ايه الحقيقة انا جمعت النقاط دي كلها قلت كده ممكن يكون عندي من العنوان كده الاول نسترجع علم الاحصاء يعني ايه هو علم جمع البيانات وتنظمها وجدولتها وعرضها وعرضها بيانيا وتحليلها بهدف دعم عملية اتخاذ القرار ده تعريف من التعريفات المختلفة لعلم الاحصاء احنا قلنا علم الاحصاء ممكن نعرفه تعريف بسيط وهو علم التعامل مع البيانات او من ناحية علوم الحاسب هو اداة لتحويل البيانات الى معلومات ففيه تعريفات مختلفة لكن خليني اخد التعريف يعني الفن شوية اللي هو علم جمع البيانات تنظمها وجدولتها وعرضها بيانيا عرضها وتحليلها من اجل دعم عملية اتخاذ القرار يبقى انا ممكن اقول كده علم الاحصاء لثلاث اقصام رئيسية قسم الاول كيفية جمع البيانات ده بيسموه يعني علم العينات في مادة كاملة اسمها العينات او طرق سحب العينات او غيرها ده احنا خدنا فقط في المحاضرة الاولى بعض انواع العينات وتكلمنا عنها وده موجود في الكتاب في الفصل الاول الجزء التاني من العلم الاحصاء بنسميه احنا الاحصاء الوصفي وده احنا نتناول فيه بابين الباب الاول اللي هو قدامنا مكتوب عرض البيانات الاحصائية وده عبارة عن كيفية عرض البيانات في جداول او رسوم بيانية وده احنا نتكلم عنه ويكون فيه محاضرة معنا كيفية عرض البيانات بيانيا وجدوليا يعني وده علم في حد ذاته يعني فيه علم كبير دلوقتي اسمه Data Visualization فيه ناس بتوع علوم الحاسب وهندسة وبتوع الاحصاء وبتوع الرياضيات بيتكلموا ازاي نعرض البيانات بطريقة تخلينا نقدر نحصل على دلالات او استنتاجات ده علم في حد ذات الحقيقة هيكون عندنا محاضرة بسيطة عندنا شاء الله الجزء التاني مكتوب كده أنا قدامي المقييس الاحصائية وده بنسميه احنا كيفية تلخيص البيانات في بعض المقييس والحقيقة ده في حد ذاته احنا بنسميه الاحصاء الوصفي يعني عرض البيانات الاحصائية والمقييس الاحصائية اللي اتنين دول مع بعض بنسميهم كده ده اسم الاحصاء الوصفي ل Chinese علم الاحصاء بحد ذاته فيه تقسيمة تانية بيقول هو احصى وصفي ولا احصى استدلالي احصى وصفي يعني وصف ما لديك من بيانات وده فيه جزءين الجزء الاول عرض البيانات احصائية والعرض البياني في جداول الرسومات الجزء الثاني وهو المقييس الاحصائية اي المقييس التي يتم حسابها من البيانات والحقيقة انا عندي هنا يعني اكثر من بعد في تلخيص البيانات وده موضوع النهاردة ان شاء الله لمقييس الاحصائية في البيانات بتاعتنا الواحد واثنين دول فصلين صغيرين دول بنسميه احصى وصفي تلاتة واربع نقدر نقول بداية الاحصى الاستدلالي وفيه في الاحصى الاستدلالي اول جزء بنسميه التقدير الاحصائي تقدير بنقطة او فترات ثقة واغلبنا اخدوا فيه فترات الجامعة ايا كان اسم المادة ايه واللي ما اخدوه هنعرفه به ان شاء الله اسمه التقدير الاحصائي ده يعني ازاي تعمل فترات ثقة من البيانات العينة اللي عندك وده هنشوف باسم التقدير الاحصائي ده الجزء الاول فيه الفصل الثالث بعدين اختبارات الفروض ده الجزء الثاني يمكن عندك فرضية معينة عندك ادعاء معين وعايز تتحقق من صحته ام من عدم صحة هذا الادعاء وده بنسميه اختبارات الفروض يبقى الاستدلال الاحصائي بيبدأ اول حاجة بالتقدير الاحصائي بعدها في حاجة اسمه اختبارات الفروض الباب الرابع او نقول الجزء الرابع حيكون معنا في المنهج إن شاء الله هو الارتباط والانحضار للخط البسيط الكتاب اللي معانا هنلقى كل واحد من دول فصل والحقيقة هو ممكن فعلا يعني نلقى كل جزء من دول هناخد عنوين هناخد البدايات يعني تركيزه كله على المفاهيم وحسابات بسيطة لده وازاي نطبق ده بالبرنامج الأحصائي يعني دايما في المحاضرات تركز على تلات جوانب الجانب الأول مفاهيم مفهوم ده ايه ايه أهميته ايه دلالته ليه بنستخدم المقاييس دي او الطرق الأحصائية دي ده رقم واحد رقم اتنين كيفية الحساب واحنا في المنهج بتاعنا هناخد حاجات بسيطة بنحسبها يعني مش هنركز او فيه تعقيدات الحسابات الأحصائية لكن تبقى تاخد ازاي تحسب ده ازاي هناخد بعد شوية ان شاء الله الوسط الحسابي الانحراف المعياري بنحسبهم ازاي نفهم بتحسبه ازاي لده حيساعد على فهم الدلالة للمقياس ده النقطة التانية نقطة التالتة والمهمة في محاضراتنا ان شاء الله هنحاول نعرفها كيفية حساب هذا باستخدام البرنامج الاحصائي واحنا قلنا البرنامج الاحصائي هنشتغل عليه هو الاس بي اس اس وان شاء الله مش هكون مطلوب منك في الامتحان ازاي تحسب بالبرنامج لكن انا دي حتة زيادة بحطها بحيس ان الناس المهتمة فيما بعد لو كامل ماجستير او دكتوراي بيعنده فكرة عن البرنامج يعرف يستخدمه وان شاء الله انا هحاول البرنامج معايا هحاول الناس يعني نشوف لينك معايا ابعته لكم تنزلوا البرنامج اللي عايزة نزله وممكن حد ياخده ويعني نشيره على بعض مفيش مشكلة الناس تستخدمه دلوقتي الاربع نقاط اللي قدامي دول هم المنهج بعد المحاضرة الاولى المبدئية اللي هي كانت التعريف مع العينات مع التعريفات البسيطة اللي احنا اخدناها الحقيقة ده منهج سواء سميته مقدمة في الاحصى ماشي سميته تحليل احصائي ماشي ده المنهج اللي فعلا بيديك القواعد الاساسية اللي تنطلق منها ليه علم الاحصى او علاقته ببعض العلوم الاخرى سواء بقى كنت فيه تكميلي او في دبلوما او حتى فيه ماجستير دي البدايات اللي انت محتاجها لو الاربع نقاط دول تم فهمهم باسلوب جيد وتم فهم كيفية الحسابات المختلفة وتم معرفة ازاي بنستخدم البرنامج في الاربع نقاط دول انا اظن ده جزء احصائي مهم اي باحث او اي موظف في مكان ما محتاج لهذا الجزء انا حبدأ النهاردة بالجزء التاني بقول لكم ليه لانه مهم نبدأ بيه المقص الاحصائية فيها تفصيلات كتيرة فيها تقسيمات مختلفة لكن هيبقى الجزء بتاع عرض البيانات هرجع له بعد شوية ونكمل التقدير الاحصائي واختبارات الفروض الاول افكركم ببعض التعريفات البسيطة اللي اخذناها المحاضرة اللي فاتت او اللي قلناها مع بعض قلنا في علم الاحصاء فيه تعريفات مختلفة من اهمها المتغير وقلنا فيه تعريفات مختلفة برضو المتغير لكن المتغير انا قلت له تعريف بسيط قلت هو خاصية تحت الدراسة لها قيم مختلفة هنا لين تعريفات مختلفة زي هنا قدامي مثلا المكتوب هو مقدار له خصائص رقمية وغير رقمية عشان يبقى يفرق ما بين البيانات الكمية والبيانات الوصفية احنا قلنا انواع البيانات ايه؟ بيانات كمية يبقى القيم بارقام او نوعية او وصفية بتبقى القيم غير رقمية مثلا لو تكلمنا على الدخل الدخل ده متغير القيم بتاعته ايه؟ ارقام فبيسموه متغير كمي وبالتالي بنسميها بيانات كمية طيب النوع اللي هو الجندر ذكر او انثى ده قيم بتاعته ذكر او انثى فده بنسميه متغير وصفي او نوعي وقيمه ايه؟ القيم بتاعته بتكون غير رقمية زي المستوى التعليمي كذلك القيم بتاعته غير رقمية فبيسميه متغير كمية وبالتالي هو مقدار له خصائص رقمية وغير رقمية احنا مش هنسأل في الامتحانة على تعريفات لكن المطلوب معرفة المفاهيم دي والدلالة بتاعتها يبقى المتغير خاصية تحت الدراسة لقيم مختلفة او مقدار له خصائص رقمية وغير رقمية تتغير من عنصر الى اخر طبعا العناصر اللي هي محل الدراسة المتغيرات كمية والغير كمية احنا المحاضر الفاتح تقولنا على المتغيرات الكمية قلنا اي بيانات تكون القيم بتاعتها في صورة رقمية سميناها متغيرات كمية يبقى في عندي مستوى قياس وفي عندي متغيرات لما بتكلم على مستوى القياس بنتكلم على صورة البيانات التي يتم جمعها بتكلم على متغيرات يعني الخصائص تحت الدراسة وبالتالي المتغير تحت منه متغير كمي ومتغير غير كمي او متغير وصفي وبالتالي مستوى القياس احنا قلنا في البيانات ايه؟ قلنا برضو كمية وغير كمية او كمية ونوعية ووصفية تحت كمي قلنا المستوى الاسمي والترتيبي وتحت النوعي أو الوصفي قلنا اسمي أو ترتيبي وتحت الكمي قلنا فيه عندنا مقياس واحد بس سميناه مقياس الفترة أو النسبة وقلنا فيه تفاصيل النوعين دول لكن ده مش موضوعنا دلوقتي لكن في الفصل الأول في الكتاب فيه الأجزاء ده كلها موجودة ويريت يعني الهدف منها فهم وليس الحفظ ليس هنسأل أسئلة يكون فيها أسئلة نظري لا فقط إنما الفهم هو المطلوب المشاهدة هي قيم يتم جمعها قيم لعنصر معين زي مثلا الموظف رقم واحد قيمة الدخل 1500 يبقى هي يسميها مشاهدة البيانات هي كل القيم أو المشاهدات التي تم جمعها للعناصر محل الدراسة فمنسميها البيانات طبعا فيه تفاصيلات في أنواع البيانات لكن ده مهم لبعرفين يعني إيه متغير يعني إيه متغيرات كمية متغيرات وصفية يعني إيه مشاهدات يعني إيه بيانات ومستوى القياس وده مهم جدا لمحاضرة النهاردة مستوى القياس قلنا يبدأ بنوعي اللي هو الإسمي أو بنسميه إحنا نوعي أو إسمي بعدين ترتيبي بعدين مستوى القياس فترة أو نسبة أمثلي على ده تانجي التأكيد النوعي أو الإسمي زي الجنسية زي النوع البيانات بيكون مستوى القياس ترتيبي زي مستوى التعليم من ابتدائي إعدادي ثنوي جامعي وهكذا الفترة أو النسبة هي كل البيانات الأخرى وفي تفصيل وفي فروقات ما بينهم لكن ده مش موضوعنا عشان منعقد يعني لا يصبح هناك تعقدات في الأمر لنعرف أن كل القيم كل البيانات التي لها قيم مرقمية إحنا هنسميها فترة أو نسبة وده مهم في مقييس اللي احنا أخذها النهاردة في الباب التاني أنا هتحرك على طول الباب التاني هبقى أرجع لي الرسم البياني والكلام ده إن شاء الله في محاضرة جاية على طول لكن أنا هبدأ بالمقييس الإحصائية ميزة الديت اللي مستخدمها قدامي دي إنها بتخش على طول فيه التعريف وطريقة الحساب فيه تفصيلات إن شاء الله هفتحها معكم تاني في الكتاب الجزء التاني فيه فيه كيفية حساب ده به البرنامج الإحصائي فأنا عشان خاطر نركز دلوقتي على المفاهيم وكيفية الحساب يدويا عشان هبقى فيه عندي أسئلة بسيطة نحسب يدويا وهنرجع تاني زي نعمل ده بالبرنامج ونشرح الدلالات من استخدام البرنامج الحقيقة مقييس الإحصائية تعالوا كده نمسك مع بعض أي بيانات يعني خد تخيل معي عندنا بيانات العمر تمام كده؟ بيانات العمر لأي مجموعة من الموظفين النهاردة لو أنا سألت شركة ما اديني تقرير عن بيانات العمر للموظفين اللي عندك هل من المنطقي أن مدير الشركة يأتي بأسماء الموظفين وقيم العمر ويقول تفضل ده التقرير بتاعي عن بيانات العمر؟ ولا في مقييس إحصائية نحسب بيها بعض الدلالات للعمر؟ يعني كلنا عارفين بلا جدال إنه لو عندك بيانات عن العمر احسب المتوسط هو اللي متوسط العمر بيساوي 37 مثلا يعني هنا السؤال لما حسبنا متوسط العمر يعني إيه متوسط؟ وليه حسبناه؟ وكيفية حسابه؟ وما دلالت ذلك؟ دايما تسأل نفسك أي من قصة إحصائي؟ رقم واحد كيفية حسابه؟ رقم اثنين لماذا تم حسابه؟ أو ما دلالت ذلك؟ أنا عايز أوسط إيه المعلومة؟ يعني فيه نقطة مهمة هنا بيانات العمر في حد ذاتها بنسميها بيانات أي من القياس بتحسيبه من العمر بيبقى هنا معلومة؟ يعني متوسط العمر أصبح معلومة وليس بيان فإنها دلوقتي عشان برضو منتوش كتير في الموضوع المقييس الأحصائية لها قسمين كبار جدا قسم الأول للك مقييس النزعة المركزية يعني هي المقييس التي توصف تمركز البيانات مثلا العمر أنت عايز تشوف أغلب قيم العمر متمركزة فيين يعني في المتوسط العمر عندك بكامل الموظفين فمسميها مقييس نزعة مركزية ده اسمه متوسط متوسطات حتى مقييس النزعة مركزية بيسموها المتوسطات فيه مقييس تانية مهمة جدا مسميها مقييس التشتت وأحيانا مسموها مقييس الاختلاف فأنا لو حبيت ألخص معك مقييس النزعة المركزية تحت منها يريد كده يعني نكتب ده تحت المقييس النزعة المركزية موجود مش روح ده معايا في الورقة وحنقوله واحدة واحدة مع بعض النزعة المركزية تحت منها تلات مقييس أساسية رقم واحد الوسط الحسابي رقم اثنين الوسيط رقم ثلاثة المنوال كلنا أخذنا ده في الإعدادية والثانوية أخذنا وسط ووسيط ومنوال التلاتة دول مع بعض بنسميهم مقييس النزعة المركزية طب إيه هي مقييس التشتت فيه عندي كتير لكن حقول يعني تحديدا كده فيه عندي تلاتة مشهورين أخذناهم في الإعدادية والثانوية بعيدا عن الجامعة أخذنا حاجة اسمها المدى اللي هو القيمة الكبرى نقص القيمة الصغرى أو القيمة العظمى نقص القيمة الصغرى أخذنا التباين وليه معادلة وأخذنا الانحراف المعياري هو الجذر التربيع للتباين أنا النهاردة عايز أشرح لكم أنه عنده المقييس يبقى الأول مقييس النزعة المركزية ناخد واحد واحد بالمعادلة بالأرقام ونحسبه رقم واحد مقييس النزعة المركزية وسط وسيط من وال في مقييس تانية غير دول للنزعة المركزية أو التوسطات يعني نعم بس مش هنهتم بيها طيب مقييس التشتت هناخد المدى التباين الانحراف المعياري وفي حاجة رابعة اسمها معامل الاختلاف وده مهم أقول لكم عليها خاصات للناس اللي في المحاسبة وفي الاقتصاد وفي إدارة الإنتاج وغيرها مهم نعرف معامل الاختلاف يبقى أنا عندي مقييس النزعة المركزية في كتير هنهتم فقط بتلاتة الوسط والوسيط والمنوال كلهم بنسمي كل واحد فيهم متوسط بالمناسبة يعني الوسيط هو متوسط المنوال هو متوسط الوسط هو متوسط يعني كده بنسميهم المتوسطات المقييس التشتت هناخد أربعة قلنا الأول تلاتة المدى والتباين من حراف المعياري ومنهم بنحسب حاجة اسمها معامل الاختلاف يعني مبنى عليهم هو مش جديد ولا حاجة لكن هنشوف ده في آخر المحاضرة طيب رقم واحد نبدأ كده بشكل بسيط احنا قلنا مقييس النزعة المركزية هي المقييس التي تستخدم لتوسط البيانات عندك بيانات وعايز تشوف في الأغلب البيانات دي أكثر قيمة فين زي العمر أكثر قيمة لعمر الموظفين فين هتحسب للوسط الحسابي أو الوسيط أو المنوال وحنقول دلوقتي بعد شوية امتى نستخدم أنواحد فيهم طيب لو أنا دلوقتي مثلا آخر الفصل الدراسي عايز أقيم متوسط مستوى الطلبة في المادة بتاعتي أنا قلت عايز أقيم إيه مستوى الطلبة في المادة يعني أحسن متوسط ليه لأنه بيقيس تمركز الدرجات بتاعة الطلبة في المادة وبالتالي مقييس النزعة المركزية بتشوف أغلب القيم فين أو أغلب القيم متمركزها فين تمركزها فين نسميها مقيس نزعة مركزية ومنها جاءت كلمة مركزية عندنا تلات مقيس الأول الوسط الحسابي كلنا نعرفه من أول الابتدائية أن الوسط الحسابي هو مجموعة القيم على عددها معلش نستخدم الرموز الإنجليزية شوية الإنجليش يعني لأنه البرامج اللي نستخدمها في حياتنا كلها بتشتغل بالإنجليش مفيش ما يمنع يعني بدل ما كنا بنشتغل بسين وصات حنشتغل بإكس وواي فقط لغي وبدل ما نقول نون حجم العينة هنقول إن وده برضو مفيش أي مشكلة يبقى دلوقتي الوسط الحسابي الرمز بتاعه هو إكس بار إكس بار بيساوي مجموعة القيم وده كده معناها مجموعة القيم وقول لكم أي قيمة ندعها رمز إكس يعني القيمة الأولى إكس ون القيمة الثانية إكس اتنين القيمة الأخيرة إكس نون يعني القيمة رقم نون أو هنا إن يعني يبقى الوسط الحسابي إكس بار يعني مجموعة القيم على عددها مش أحتاج منك تعريف لكن ده الرمز بتاعه وده مهم نبدأ نتعامل مع الرموز ونوتيشنز لإن ده مهم لإن العلوم كلها اللي بتتعامل بيه الإحصى والرياضيات والمحاسب والاقتصاد بيستخدمه رموز معينة للتسهيل وليس للتعقيد يعني فأنا عندي هنا الوسط الحسابي الحقيقة هو عبارة عن إكس بار بيساوي مجموعة القيم على عددهم بالمناسبة ده خطأ في النوتيشن ده المفروض إكس آي لكن مش مهم يعني لو كتبت بس إكس ون بلس لين إكس ن ده معناه الوسط الحسابي يعني على سبيل المثال أهو مثال بسيط جدا أنا عندي أجور خمس موظفين دول خمس موظفين في شركة معينة بالدولار ما فيش مشكلة عندي الموظف الأول مثلا 250 الثاني 280 320 450 370 أنا هنا بتكلم على شركة فيها خمس موظفين عشان تحسب وسط حسابي أنا قلت هنا وسط يبقى تجمع الخمس قيم دول على عددهم لو جمعتهم حيساوي 334 يعني في المتوسط كل موظف من دول بياخد 334 دولار أنا هنا عشان بشرح على خمس موظفين فقط تخيل معايا لو في شركة انترناشنال فيها مش خمس موظفين فيها خمسمائة موظف هتحسب الوسط إزاي برضو حاج مع الخمسمائة قيمة على عددهم اللي هو ايه خمسمائة يعني الوسط أي إن كان القيم اللي عندك بيبقى مجموعة القيم على عددها الحقيقة ده احنا بنسميه حساب الوسط الحسابي لما تكون القيم اللي قدامك قيم غير مبوابة يعني يريد بس الفرق ده ناخد بلنا عشان أنا وبشرح دايما هقول قيم مبوابة وقيم غير مبوابة يعني لو القيم اللي عندك قيم مفردة زي كده مش في جدول وليها تكرار بنسميها قيم غير مبوابة كل شرح في المنحك هتكون على القيم غير المبوابة وأي حاجة لها علاقة بالقيم المبوابة أو المجدولة أو في جداول يعني مش علينا مبدئيا بمعنى حاولك الخمس قيم دول نحسب لهم وصفة حسابي ازاي مجموحهم على عددهم أهو تم طيب لو أنا عندي جدول وفيه مستوى للأجور فيه خمس مستويات للأجور وكل مستوى للأجور فيه تكرارات دي بسموها بيانات مبوابة وده العلوان بتاعنا أنا مش هشرحها لأنها شوية فيه تعقيد في المعدلات فدي مش هنشرحها ومش هنستقل عليها ومش هيبقى عندنا الامتحان والواقع بيقول الأوقع نشتغل على بيانات غير مبوابة يعني اللي قدامنا أنا بشرحه ده هو الأكثر واقعية إنما ده الحقيقة يعني أصبح دلوقتي ليس له وجود وليه أسباب كتيرة هقول لكم ليه لأنه أصبح دلوقتي جامع البيانات بيتم بشكل دوري وبالتالي البيانات موجودة بشكل غير مبواب وليس فيه شكل مبواب وإن وجدت يعني قليلا في بعض التطبيقات طيب لبداي ده الوسط الحسابي هو كيفية حساب ومجموعة القيمة العادة هو قدامنا مثال بسيط وبالتالي ممكن نسأل أسئلة بسيطة أحسب الوسط الحسابي وطبعا مع المقارنة مع حاجة تانية وحنشوف ده اللي هو يعني النوع الآخر طبعا كل المثال ده من أول البيانات المبوابة وبعدين الجدول أهو قدامي وكيفية الحساب ده ليس مهم بالنسبة لي الآن طيب إيه هي مزايا الوسط الحسابي الحقيقة أكبر ميزة إن الوسط الحسابي سهل الحساب ومتعارف عليه في كل مجالات العمل ومجالات البحث العلمي يعني لو قلت كلمة متوسط الكل عارف إنه ووسط حسابي بيتم حسابه من خلال مجموعة القيمة على عادته رقم اتنين مهم برضو حنشوف بعد شوية إن دم القياس بياخد كل القيم في الاعتبار برضو بيبقى المتوسط أو الوسط يعني بيبقى بين أكبر قيمة وأصغر قيمة دي كلها بالنسبة لنا مزالك اللي هميني أهم ميزة هي اللي في ميزة الأولى إنه مقياس سهل الحساب ومتعارف عليه في أغلب مجالات العمل حرجع للجزء بتاع المحددات ده بعد شوية لإنه فعلا مهم لكن حقولكم يعني إيه محددات يعني مواقف لا يمكن استخدام فيها الوسط الحسابي رقم واحد لو أنت عندك بيانات وصفية أو نوعية زي النوع هل ينفع تستخدم الوسط الحسابي لبيانات النوع اللي هو ذكر وأنثى عندك 500 موظف ذكر وأنثى وعندك البيانات قلت لك أوجد لي المتوسط هل هتقول لي المتوسط هنا هو الوسط الحسابي قلت لك هات لي تمركز البيانات في النوع يعني عندك ذكر وأنثى التمركز معناه مين أغلب هل الذكر ولا الإناث ما نفعش نستخدم الوسط الحسابي يبقى أول عيب للوسط الحسابي يصعب استخدامه أو لا يمكن استخدامه في حالة البيانات الوصفية وده العيب رقم 3 من تحت أهو ما لحنستخدم مين هنا لو عندي ذكر وأنثى نستخدم المنوال وحنشوف بعد شوية إيه منوال خلاص كده أحيانا لو في قيم شذة قيم يعني قيمة شذة يعني قيمة بعيدة جدا عن باقي القيم لو في عندي قيمة شذة أحيانا لا يفضل استخدام الوسط الحسابي ولكن يفضل استخدام الوسيط يبقى العيب الأول في قيم شذة نستخدم الوسيط هنشرحه بعد شوية العيب الثاني لو بيانات وصفية احنا استخدم المنوال وده احنا اشرحه بعد شوية ليه نقول احنا اشرحه بعد شوية ده يبين لك ليه في اكثر من مقياس للنزعة المركزية ليه ما فيش وسط بس لان الوسط ينفع تطبق في حالات وحالات لا المنوال لانه ينفع تطبق في حالات وحالات لا طب الوسيط لانه ليه مزايا لكن فيه بعض العيوب وبالتالي لازم مقيس النزعة المركزية تعرف التلات مقيس وسط وسيط منوال التلاتة اسمهم متوسط عشان بس يبقى ايه واضح لو تلك احسب المتوسط للبيانات التالية يبقى كلمة متوسط تحوي تحتها وسط وسيط ومنول طيب المقياس الثاني دي البيانات المقياس النزعة المركزية وهو الوسيط يعني ايه وسيط بدون تعريفات نظرية الوسيط هو القيم هو القيمة الموجودة في منتصف البيانات او بشكل اخر هي القيمة التي تقسم البيانات الى نصف ونصف الى 50% و50% يعني لو رتبت البيانات تبقى القيمة اللي في النص بتخلي 50% يمين و50% شمال 50% اقل منها و50% اكثر منها وبالتالي يعني والتعريف بتاعه يعني بسيط مش محتاجة ان اعرف حايزة اقول هي القيمة في النصف بعد ترتيب البيانات طيب نحسبه ازاي انا مش هنحسب البيانات غير المبوابة وهي ده المبدأ بتاعنا يعني لو عندي مثال بسيط يعني بشكل او باخر البيانات اللي قدامنا دول انا عندي البيانات التالية عندي كم قيمة هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة انا عايز احسب الوسيط للبيانات دي وخلي بالكم حنفرق ما بين البيانات عددها زوجي ولا فردي وعند المثالين موجودين الاتنين على الفردي وعلى الزوجي يعني فيه عندي مرة خمس قيم اللي هو المثال الاول ده وبعدين مثال ثلاثة وبعدين مثال اربعة فيه عندي هنا ست قيم حنفرق ما بين الاتنين والمثال ده الجدول ده بيوضح عندي انا عندي هنا البيانات اتنين وخمسين وخمستاشر ومية واثنين وثمانية وستين واربعة واربعين عايزين نحسب الوسيط لو كنا عايزين نحسب الوسيط الحسابي مجموحهم على عدده سهلا لكن الوسيط بيتحسب بطريقة مختلفة اولا يتم ترتيب البيانات ثانيا يتم اختيار القيمة التي تقع في النصف لانه تعرفه كده حردت بالقيم تبقى اصغر قيمة خمستاشر بعدها اربعة واربعين اتنين وخمسين تمانية وستين مية واثنين عندك خمس قيم مين القيمة اللي في النصف هتقول لي والله عندي خمسة يبقى القيمة اللي في النصف رقم ثلاثة طب لو عدد كبير العدد اللي عندك زائد واحد على اتنين لو كان فردي يعني خمسة زائد واحد على اتنين يديك تلاتة يبقى القيمة رقم ثلاثة هي الوسيط يعني في البيانات اللي قدامي دي يبقى الوسيط هو القيمة رقم ثلاثة يعني الوسيط بيساوي اتنين وخمسين ده كيفية حساب الوسيط طيب كيفية حساب الوسيط لو كانت البيانات زوجية هتقول لي ما فيش قيمة واحدة فردية هقولك صح؟ هتختار القيمتين اللي في النصف وتقسمهم على اتنين يعني نفس المثال هو هو لكن لو زودنا بعض الرقم اربعة واربعين تمام كده قيمة تانية اتنين وسبعين يصبح عندي كم قيمة هنا ست قيم اقول لك احسب الوصيل هتقول لي والله رقم واحد يتم ترتيب البيانات من خمس عشر الين اعلى قيمة مية واثنين كم قيمة عندك ست قيم ست قيم ما عنديش قيمة واحدة في النصف لان ده عدد زوجي هقول لك مفيش مشكل عندك ست قيم يبقى القيمة اللي في النصف مش قيمة واحدة اتنين القيمة الموجودة عندي هنا انا عندي اتنين اربعين انا عندي هنا القيمة تمانية وستين تمام كده يبقى عندي خمستاشر اربعة واربعين اتنين وخمسين بعدين ستين تمانية وستين اتنين وسبعين حاول لك ليه الستين اتحطط هو طبعا انا سبقت في الحتة دي انه هنا اصبح عند القيمة اللي في النصف هي القيمة رقم تلاتة والقيمة رقم اربعة اللي هو اتنين وخمسين خلي بالك البيانات الاصلية مفيش فيها ستين بس هو المفروض كان الجدول ده نرحل الاول النقطة دي لكن مفيش مشكلة يعني عندي خمستاشر اربعة واربعين اتنين وخمسين تمانية وستين اتنين وسبعين مية واثنين القيمة ستين دي اتحطط بعد كده يبقى اصبح عند القيمتين اللي في النصف هما من القيمة رقم تلاتة اتنين وخمسين والقيمة رقم اربعة تمانية وستين يبقى الوسيط هنا اصبح هو القيمتين دول مع بعض ما بينهم في وسيط فانا هحسب الوسيط ازاي اسهل حل ناخد القيمة رقم اتنين وخمسين زائد القيمة تمانية وستين على اتنين يديك القيمة رقم كام 60 يبقى اصبح الوسيط الان هو القيمة رقم 60 وبالتالي الجدول ده انت في الاول هترتب وبعد ما هترتب بين 52 و 68 هتحط الرقم 60 وهنقول الرتبة 3 ونص يعني معناها القيمة ما بين 3 وما بين 4 ولو ان ليس لها اهمية في الجدول لكن المهم في الجدول اني هتجيب 52 زائد 68 على 2 يبقى الوسيط اصبح هنا بيساوي كام بيساوي 60 طيب السؤال هل دايما مدام الوسط والوسيط الاثنين بيعملوا توصيف لتمركز البيانات هل لازم الوسيط يساوي الوسط الاجابة لا طب ايه المبرر ان الوسط والوسيط والمنوال التلاتة دول مقاييس بتوصف تمركز البيانات ولكن لا يجب ان يكونوا بنفس القيمة يعني مش لازم للفلسفة مختلفة طريقة الحساب مختلفة ما بيوصفوا نفس الحاجة ولكن بايه باسلوب مختلفة او بطريقة حساب مختلفة وبالتالي لو حبينا نقول بشكل بسيط نقول الوسط والوسيط والمنوال التلاتة متوسط ولكن لكل منهما ايه طريقة حساب مختلفة تمام كده طيب ده كده شرحنا الوسط والوسيط والفرق ما بينهم وحقول في ميزة للوسيط عن الوسط اذا كان الوسط لي ميزة انه بيحسب كل القيم فالوسيط ليه قيمة انه لا يتأثر بالقيم الشاذة وحقول بعد شوية يعني ايه لا يتأثر بالقيم الشاذة لكن دي مهمة يريد تبقى موجودة في الحسبان قلنا مش هنشرح في حالة البيانات المبوابة وقولتلكم عشان الموضوع صعب شوية وبالتالي للتبسيط لن نحسب الوسط ولا الوسيط ولا المنوال من البيانات المبوابة كل القيم الشغل بتاعنا بيانات غير مبوابة يعني بيانات مفردة زي كده عندك ايه خمس قيم عشر قيم ميت قيمة الف قيمة ليسوا في جدول تكراري وانما ايه مفردة بشكل انديبيدوالي طيب قلنا المميزات الوسيط اهم ميزة للوسيط انه لا يتأثر بالقيم الشغل وحنشوف ده بعد شوية برضو يعني القيم الترتيبية حتى يعني لو كانت البيانات ليست رقمية وانما ترتيبية يمكن حسابه هنشوف ده يعني ايه بعد شوية لكن للأسف فيه عيب انه لا يسهل التعامل مع الوسيط وفهمه احيانا صعب اخر مقياس ليه مقييس النزعة المركزية او مقييس التوسط وتمركز القيم المنوال المنوال كلنا نعرفه من ابتدائية حتى كنا بنعرف دايما المنوال على انها القيمة الاكثر شيوعا او القيمة الاكثر تكرارا عندي مجموعة من القيم عايز احسب لها المنوال تقول هي القيمة التي اكثر تكرارا طيب فيه عيب خطير للمنوال هنا انه احيانا لا يوجد منوال في القيم عندك يعني مثلا مثل ستة اهو عندي القيمة تمانية ستة اربعة اتنين تمانية خمستاشر تمانية الوسط الحسابي في القيم دي هنجمحهم على العدد الوسيط حردت بالقيم دي وبما انهم دول عندي اتنين اربعة ستة سبع قيم حردت بالقيم ونجيب القيمة اللي ايه اللي في النصف تبقى هي الوسيط يعني هيبقى عندي اتنين اربعة ستة وبعدين ثلاث تمانيات وبعدين خمستاشر فحتلقى الوسيط عندك هنا التمانية خلاص كده المنوال القيمة الاكثر تكرارا هتبص على القيم دي تقول التمانية تكرر اكثر حاجة با هو ده اللي هيب هو ده المنوال طيب مثال سبعة لو ضيفنا برضو قيم تانية حنلقى برضو التمانية بقيت متكرارا عندي يعني ثلاث مرات تبقى استيل هي المنوال لكن فيه عيب للمنوال حقيقة انه احيانا المنوال لا يوجد في القيم يعني ممكن تلقى القيم لها اكثر من منوال او لا يوجد منوال ده العيب يعني الوسط قيمة وحيدة مجموعة القيمة العددها فمش هيتكرر الوسيط برضو يعني نقدر نقول قيمة وحيدة حتى لو فيه العدد الزوجي بتاخد متوسط القيمتين يعني في الآخر تقدر تطلع بيه وسيط واحد لكن المنوال فيه عيب انه احيانا يكون فيه اكثر من منوال يعني لو الرقم اربعة والرقم تمانية تكرره زي بعد ثلاث مرات هيبع عندك المنوال قيمتين وده طبعا صعب فهمه انت عايز توسط قيم وبالتالي اكثر من قيمة هيعمل شوية لخبطة وبالتالي يعني ما بيستخدمش كتير خاصة فيه البيانات الرقمية البيانات اللي هي بيسموها المتغيرات الكمية وحنقول الميزة الحقيقية يعني دلوقت لو حبيت الاخص الثلاثة مع بعض وسط وسيط منوال امتى استخدم كل واحد من دول رقم واحد اذا كان لدينا بيانات نوعية زي الجنسية والنوع ممكن هنا لا يمكن حساب الا المنوال وده الميزة بتاعته بيانات وصفية او نوعية مش هنعرف مستخدم غير ايه المنوال اذا كان لدينا بيانات ترتبية زي مستوى التعليم مثلا يمكن استخدام المنوال ويمكن استخدام الوسيط اذا كان لدينا بيانات كمية وليس بها قيم شاذة يفضل استخدام الوسط الحسابي اللي هو مجموعة القيم على عددها لكن لو عندي بيانات كمية زي الدخل وفيه قيم شاذة كتير يعني فيه قيم دخل كبيرة جدا وفيه قيم دخل قليلة جدا لو حسبت الوسط ممكن يعمل مشكلة لان الوسط الوسط الحسابي بيتأثر بالقيم الشاذة بمعنى لو انت عندك ميت موظف الميت موظف دول كلهم مرتباتهم اقل من خمس تلاف معادة موظف واحد اللي هو المدير مثلا مرتبه فوق العشرين الف تيجي تحسب الوسط الحسابي كل الموظفين مرتبهم اقل من خمس تلاف معادة واحد مرتبه اكثر من عشرين لو حسبت الوسط الحسابي اللي هو المجموعة القيمة العددها ممكن يطلع الوسط عندك مثلا بسبع تلاف طبعا سبع تلاف معناها ايه معناها ان متوسط الدخل بسوى سبع تلاف الكلام ده غير صحيح لان انت عندك تسعة وتسعين موظف قيم الدخل بتاعتهم اقل من خمس تلاف وعندك موظف واحد بس القيم الدخل بتاعته عشرين الف وده تفسيره ايه تفسيره ان الوسط الحسابي بيتأثر بالقيم الكبيرة اوي او الصغيرة اوي وبالتالي لو عندك في البيانات قيم شادة لا يفضل استخدام الوسط الحسابي طيب مين من النقاييس اللي لا يتأثر بالقيم الشادة الوسيط طب ليه لانه بيراتبهم فلو عندي قيمة كبيرة اوي هتبقى في الاخر مش هتأثر فيه حاجة لانه بياخد القيمة اللي ايه القيمة اللي في المنتصف عشان كده بيسموا الوسط الحسابي لا يتأثر بالقيمة الشاذة وأحياناً بيسموه مقياس رصين اللي هو الروبرست استاتيستيك يعني لكن بالعربي ممكن ترجموه مقياس أو إحصاء رصين أي لا يتأثر بالقيمة الشاذة وده من أهم المزايا بتاعة الوسيط يبقى دلوقتي احنا نكون فاهمين ليه محتاجين التلات مقاييس دول الوسط والوسيط والمنوال لتوصيف تمركز البيانات الفرق بينهم امتى حساب كل واحد أو كيفية حساب كل واحد والمقارنة ممكن يكون السؤال ازاي في الموضوعات اللي زي كده نجيب بعض البيانات العادية ونقول احسب الوسط والوسيط والمنوال وقارن بين هذه القيم والدلالة ايه الدلالة يعني بتشرح معناه ايه لو عندي الداخل حسابة المتوسط طالع 500 تقول هذا يعني بأن في المتوسط الموظف يحصل على داخل 500 ده يعني شرح بسيط جدا ده نقصد به الدلالة لان هنا الموضوعات ليست بمعقدة وبالتالي الدلالات بتكون بسيطة كده دي اللي انا عايزه في مقاييس النزعة المركزية في مقاييس تانية قاطعا في مقاييس تانية وانا هوريكم حاجات هنا لكن مش هنعتمد عليها زي حاجة اسمها الوسط الهندسي ده وسط زي الوسط الحسابي لكن بطريقة هندسية يعني بياخد عملية الضرب في الحسبان ده انا مش مهتم بي لكن بوريك ان في حاجات تانية في حاجة اسمها الوسط الهندسي في حاجة اسمها الوسط التوافقي وفي مقاييس تانية كتير جدا لكن احنا الحقيقة أنا حكتفي بالثلاث مقايش دول في حالة مقايش التمركز أو بيسميها النازع المركزية تعالوا لي مقايش التشتت وأنا مهتم جدا أشرح النوعين دول من المقايش في مقايش تانية كتير بالمناسبة لكن أنا ههتم فقط بالبعدين دول في الإحصاء الوصفي ودول مهمين جدا لأي حد بيشتغل في أي مكان حقيقة يعني مقايش التشتت يعني إيه طيب نرجع تاني خطوة الوراء يعني إيه مقايش نزعة مركزية هي المقايش التي تقيس تمركز البيانات صحيح يعني البيانات بتتمركز فين يعني أكثر قيم عندك في أنهي مدى خلاص كده الدخل بتتوافر قيم الدخل من صفر إليه ما لنهاية صح كده لكن بتتمركز فين حوالين الثلاث تلاف يعني لو حساب المتوسط أو اللي هو الوسيط والوصل منوال نجد القيم تقريبا حوالين الثلاث تلاف يعني أغلب الموظفين قيامهم يعني الراوند الثلاث تلاف وده بنسميه تمركز البيانات فيه بعد تاني مهم في توصيف البيانات ألا وهو بعد التشتت أو الاختلاف في البيانات يعني الدخل هل كل الموظفين بيأخذوا نفس الدخل؟ الإجابة لا ولكن بحكم طبيعة أي دخل إن فيه اختلافات أي بيانات فيها اختلافات الحقيقة العمر فيه اختلافات الوزن فيه اختلافات الدخل زي ما قلنا فيه اختلافات درجات الطلبة فيه اختلافات احنا في لغة الاحصى بنسمي ده تشتت ويقولك انا عايز من القياس يقول لي البيانات دي فيها تشتت كبير ولا لا فيها اختلاف كبير ولا لا يعني الدخل دخل الموظفين فيه اختلاف ولا ما فيش الاجابة قطعا فيه طيب نقيس الاختلاف ده ازاي نقيس التشتت ده ازاي وهل ده مهم ولا لا احيانا بيكون التشتت مهم يعني مثلا الناس بيهتموا بالاقتصاد وتوزيع الدخل بيكون مهم جدا عنده حساب تشتت او اختلاف بيانات الدخل يعني عايز اقول يعني مثلا لو خدنا بلدين مثلا وده مثال مهم اشنوضح امية تشتت لو عندي بلد الف فيها الدخل متوسطه 3000 وبلد به الدخل متوسطه 3000 هل هنا تقدر تقول البلدين الفوا به متسويين من حيث توزيع الدخل لو خدت المتوسط بس هتقول نعم طب خد التشتت يعني اختلاف قيم الدخل حوالين الوسط ده نفترض البلد الف طلع عندي من قياس التشتت وهنقول للانحراف المعياري هنشرح بعدين مش مشكلة دلوقتي شرحه لكن نفترض حسبنا حاجة اسمها الانحراف المعياري وطلع عندي الانحراف المعياري خمسمية للبلد الف والف للبلد به الانحراف المعياري معنى ايه؟ تشتت القيم عن الوسط او بعض القيم عن الوسط مدى بعض القيم عن الوسط لحسابي يبنى البلد الف كان الوسط الحسابي ليها في الدخل 3000 والبلد به كان الوسط الحسابي للدخل 3000 الانحراف المعياري اللي هو مدى اختلاف قيم الدخل في البلد الف عن الوسط كان 500 والانحراف المعياري للبلد به يعني اختلاف الدخل التاح عن الوسط كان 1000 السؤال هنا حساب الانحراف المعياري زود الصورة عندك خلاك شفت بواحكتين في نفس الوقت شفت هم متمركزين فين يبقى لاثنين البلدين حوالين الثلاث تلاف وشفت بيختلفوا ازاي حوالين الوسط ده اللي هو الثلاث تلاف ليهت البلد الاولى اللي هيالف بتختلف اختلاف بسيط يعني اغلب بيانات الدخل متقربة لكن البلد به بيانات الدخل فيها متبعدة وبدأ بيديك اهمية مقيس التشتت نفس الكلام انا طبقته على الطلبة والدرجات نفترض في عندي مادتين المادة الاولى الطلبة متوسط درجاتهم فيها كان سبعين في المية والمادة التانية كان متوسط درجات الطلبة سبعين في المية هل نقدر نقول ان الطلبة في المادتين مستوهم واحد الاجابة لا هم نعم الوسط الحسابي بيساوي سبعين في المية لكن بيختلفوا قد ايه حوالين الوسط ده بعد مهم نفترض المادة الاولى كان بيختلف حوالين الوسط بعاشرة في المية والمادة التانية بيختلف حوالين الوسط بعشرين في المية ده معنى ايه؟ معنى ايه احصائيا؟ معناه إحصائيا أن المادة الأولى الطالب بياخد في المتوسط سبعين لكن ممكن يزيد ويقل عن السبعين بعشرة يعني ينزل لغاية ستين ويطلع لغاية تمانين يعني أغلب بيانات الطالب ما بين ستين وتمانين وفي المتوسط سبعين لكن المادة التانية نعم بياخد متوسط سبعين لكن بيقل عن السبعين بعشرين ويزيد عن السبعين بعشرين يعني مستوى الطالب ما بين خمسين إلي تسعين فالتشتت القيام بعد مهم دايما إحنا كأحصائيين بنجي نشتغل عليه بنحاول نحسبه ده مهم طيب ده النقطة الأولى مفهوم أنا كل ده برش رح نقطة واحدة الفرق ما بين مقيس النزع المركزية وما بين مقيس التشتت ده ممكن يكون سؤال مش نظري فهمك للموضوع خلاص كده طيب المقيس التشتت قلنا فيه كتير أنا حشرح منهم ثلاثة أو أربعة رقم واحد المدى رقم اثنين التباين رقم ثلاثة الانحراف المعياري آخر واحد معامل الاختلاف ده أنا إما خليكم تحسبوه أو أجيبو لكم محسوب حنشوف مع بعض لآخر المحاضرة ده الوقت أنا نقرر الأول واحد في يوم المدى سهل جدا المدى هو الفرق بين القيمة الصغرى والقيمة العظمى أكبر قيمة ناص أصغر قيمة أي قيم عندك يحسب للقيمة الكبيرة ناص الصغيرة يديك المدى ده بيديك رينج وده ليه عيوب كتير الحقيقة لكن أنا مش هنستعين بيه الحقيقة المقيس اللي احنا استخدمها دايما هتكون التباين والحراف المعياري فيه مقيس تانية كتير جدا أنا حوريكم بعض المقيس التانية اللي أنا مش مهتم بيها طبعا خلي بالكم المدى بيتحسب من بيانات غير مبوابة وبيانات مبوابة احنا شرحنا كله على البيانات غير المبوابة للتسهيل خلاص كده فيه مقيس تانية فيه حاجة اسمها النصف المدى الربيعي أنا لحقيقة مش هشرحه لأنه فيه شوية يعني صعوبات لكن هقوله بعدين إزاي نحسبه بالSPSS أو البنانج الإحصائي نصف المدى الربيعي فيه حاجة اسمها نصف المدى الربيعي طبعا المبوابة أو غير المبوابة لكن أنا عايز أوريكم على طول نخش على المقياس بتاع التباين يعني طبعا فيه حاجة اسمها الانحراف المتوسط برضو نفس الكلام لكن المشهور وكلنا بنستخدمه الحقيقة حاجة اسمها التباين والانحراف المعياري ومشهور جدا بالرمز بتاع Sigma Squared وسيجما تربيع أو بسيجما يبا احنا خدنا المدى وإحنا أخد دلوقت رقم اتنين بالنسبة لنا هو الانحراف المعياري والتباين مع بعض الحقيقة الاتنين دول حاجة واحدة سنعايز أوريكم يعني ايه ليتنين حاجة واحدة الاولا بيحسبوا التباين والتباين ده مش عايز بس يعني ايه تعريف ويتعبنا شوية لكن هو عبارة عن متوسط مربعات انحراف القيم عن متوسط لكن خدها مني بسيطة هو مقياس بيقيس مدى اختلاف القيم عن المتوسط بالبلد خالص القيم بتبعد قد ايه عن المتوسط بتزيد بكم وتقل بكم ده الانحراف المعياري هو المقياس بتاعنا عشان نجيب للحراف المعياري لازم تحسب في الاول التباين لان الحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين دي المعادلة الاولى بتاعت التباين عبارة عن واحدة على n يعني واحدة على حجم العينة مضروف في مجموع x i minus x bar squared الحقيقة عشان برضو اسهل عليكم انا حوريكم في مثال الكلام ده محسوبي ازاي المعادلة دي محسوبة ازاي هنحسب التباين ناخد لها الجذر التربيعي تديني الانحراف المعياري انا مش عايز اخلي المعادلة تخض او لا بالعكس المعادلة بسيطة هي عبارة عن ايه لو انا حبيت اشرحها بالعربي كده ببساطة يعني معناها كده الفرق ما بين كل قيمة والوسط بتاعها والفرق ده بنربعه وبعدين نجمع كل مربع الفروقات لكل القيم وبعدين نقسم ده على حجم العينة يديني التباين طيب ناخد مثال ناخد مثال بسيط بصوا معايا كده مثال 15 هشرح فيه التباين واشرح فيه الانحراف المعياري مثال 15 مثال 15 انا عندي فيه كم قيمة عندي اكش دي بيانات نفترض بتكلم على العمر العمر خمسة وتمانية وستة وسبعة وتسعة وعشر دول بالنسبة لي اتنين اربعة ستة قيمة عشان تحسب التباين لازم تحسب الاول الوسط الحسابي اللي هو ال-X-Bar يعني فال-X-Bar هو واحد على N في مجموعة X يعني ايه بالبلدي يعني مجموعة القيم العشرة دول على سوري مجموعة القيم الستة دول على عددهم تجمع خمسة زائد تمانية زائد 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 عشرة على مجموعة على عددهم اللي هو كام عددهم دول ستة يعني 45 على 6 يديك كام 7.5 يبقى هنا الوسط العمر بتاع الطلبة دول بيساوي كام 7.5 دول طلبة في الابتدائية المتوسط عمر الطالب بيساوي كام 7.5 انا عايز احسب بيزيده او بيقله عن السبعة ونص ده بكام في الاغلب انت عايز تعمل توصيف عايز تقول لي بيانات الطلبة اللي عندك كلهم في المتوسط عمرهم سبعة ونص وممكن يزيده او يقله عن السبعة ونص بقيمة معينة القيمة المعينة دي احنا بنسميها الحراف معياري اللي هم بتوع الاحصى خلاص عشان نسهل الموضوع يعني عشان تحسب الحراف المعياري لازم تحسب الاول احنا قلنا ايه التباين طب نحسب ازاي التباين التباين المعادلة بتاعته زي ما قلنا x ناس x بار وبعدين تربع كل قيمة وبعدين تجمعهم على العدد بتاعه يعني القيمة خمسة تطرح خمسة دي تطرح منها سبعة ونص يعني خمسة ناقص سبعة ونص تديني ناقص اتنين ونص طب التمانية ناقص سبعة ونص بنص ستة ناقص سبعة ونص طبعا بالسالب وهكذا ايدينا عشرة عشرة ناقص سبعة ونص اتنين ونص يبل انت عملتوا ده جبتوا حاجة اسمها x مانس x بار لا طب احنا عايزين يجيب التربيع ما المعادلة بتقولي x ناس x بار لكل تربيع على ان او ان ناقص واحد اقول لكم الفرق لكن خلان قول x ناس x بار تربيع يعني العمود ده تاخده هو هو تخليه عمود جديد تربع كل قيمة بعد ما تربع كل قيمة تجمعهم وكأنه ده اصبح هو ده اهو مكتوب كده مجموع x ناس x i minus x بار قول سكوير يقصد السبعتاش ونص دي ده رمزها كده الرموز ما تهمينيش في حاجة بس توضيحية الرموز اتعملت ليه التبسيط وليس التعقيد اش لو حد عنده مشكلة فيه المعادلة طيب السؤال بعد ما حسبت المجموع x i minus x بار لكلت السبعتاش ونص دي هتعمل فيها ايه لو ممكن تقسمها على عدد القيم او عددهما اصواحت واحد اقول لي يعني الكلام ده اقول لك يا سيتي لو البيانات اللي قدامك الستة دول هم دول المجتمع كله تقسم على ستة لا دول عينة من المجتمع تقسم على ستة نقص واحد وفي المسألة بي بقولك اما لو قالك عينة بتقسم على عدد القيم نقص واحد يعني نقسم دي ستة نقص واحد يعني على خمسة ولو قال لكل المجتمع يبقى أنا بالنسبالي هقسم على عددهم لكن أنا مش هفرق في الامتحان ما عنديش مشكلة او في اي اختبار هنختبرو واحد اوكي مفيش مشكلة بالرغم ان فيه فرق احصائيا وده مهم ان انا اكد عريب يبقى التباين بيساوي كام اللي هو بيسميه الاس سكويرد او سيجما سكويرد وانا برضو الرموز مش اخليت لاخباطكم عنديش مشكلة بس السيجما سكويرد لعلامة السيجما اللي شاهدنا من شوية ليه دي لما تكون بيانتك من المجتمع وبيسموها اس نسبة اللي العينة اللي هي السامبل بالانجليش يعني فاس سكويرد لكن التباين حيساوي سبعتاشر ونص مقصوما على خق ست نقص واحد على خمسة يديك تلاتة ونص ده التباين احنا لما حسبنا التباين عملنا تربيع للقيم وبالتالي لازم نشيل التربيع ده ونعمل له يعني بالانجليش في الماثماتيكس انت بتشيل التربيع ازاي بالجذر التربيعي فده من سميت يبقى التباين بيساوي تلاتة ونصف الانحراف المعياري جذر التباين يبقى حيساوي واحد يبقى جذر تلاتة ونصف اللي هو تقريبا واحد ويه 871 من الف يبقى دلوقتي المسألة قدام البسيطة دي حسبت تلات حاجات وضحت ازاي نحسب الوصل الحسابي وضحنا ازاي نحسب التباين وضحنا ازاي نحسب الانحراف المعياري يأتي السؤال المهم ما هو دلالة الوصل الحسابي ودلالة الانحراف المعياري التباين مالوش دلالة واقعية ومش عايز يعني اوضح في دي كتير هنا معناه ايه الوسط معناه ان في المتوسط عمر الطالب سبعة ونصف طب انحراف المعياري معناه ايه معناه وان هذا العمر قد يزيد او يقل بواحد ويه 871 من الف يعني الطالب عمره تقريبا في المتوسط سبعة ونصف ممكن يزيد او يقل عن السبعة ونصف بواحد وتسعة من عشرة تقريبا اللي اقول سنتين يعني يعني عمر الطالب في المتوسط سبعة ونصف وعمار الطالبة بتختلف بتزيد عن السبعة ونصف باتنين تقريبا وبتقل تقريبا باتنين جات من في الاتنين دي انا قربت الواحد ويه 871 دي اللي اشتبع مفهومة لنا يعني فانا كده لو عندي مش 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 ست طلبة لو عندي ستمة طالب قلتلك اعمل التقرير عن بيانات العمر في رقمين تعملوا معادي هتقول ايه هتحسب الوسط ولنحراف المعياري وتقول لي الستمة طالب دول في المتوسط عمرهم سبعة ونصف بيزيد او بيقل عن السبعة ونصف بمقدار سنتين او اتنين يعني يبقى اهمية الاحصى الوصف ايه انك بتوصف تمركس وبتوصف اختلاف او تشتت القيم يبقى انا شرحت دلوقتي مقيس التمركس وسط وسيط منوال فهمناها اخذنا الفروقات ما بينها وكمان طبقنا ده على بعض القيم وقلنا الدلالة اخذنا مقيس التشتت اخذنا ثلاثة فقط المدى والتبايل ونحراف المعياري يقولنا الفروقات ما بينهم وكيفية حسابهم والدلالة بتاعت ده الخلاصة ان في الواقع اغلب الاحيان يتم استخدام الوسط الحسابي والانحراف المعياري لتوصيف التمركز والتشتت معا في نفس الوقت لو في ناس منكم بتطلع على بعض الرسائل العلمية حنلأ اغلب الرسائل العلمية بتستخدم الوسط وانحراف المعياري في توصيف القيم وده مهم نعرف ليه بيستخدم الوسط وانحراف المعياري لتوصيف بعضين توصيف بعض التمركز وتوصيف بعض الاختلاف والتشتت في هذه البيانات فيه اخر حاجة انا قلتها ممكن نقولها الا وهو معامل الاختلاف لكن المعامل الاختلاف الحقيقة يعني ممكن نحتاج بعد شوية وبرضو القيم المعيارية لكن انا ده اللي انا عايز اقوله فيه الجزء التاني اللي هو زي ما احنا قلنا لنرجع لأول النوت قلنا هنتكلم فيه اكثر من جزء احنا نهاردة اخدنا المقاييس الاحصائية واتكلمت على مقاييس النزع المركزية ومقاييس التشتت باقي المقاييس يعني سوف اذكرها لاحقا ولكن بدون تفصيل لكن الجزء ده مهم جدا نعرف مقاييس النزع المركزية ومقاييس التشتت شكرا ليكم ولاحقا ان شاء الله المحاضرة التانية هنتكلم فيها عن فكرة التقدير الاحصائي